اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيقولوا غيابه عن المباراة خلال تلك المدة بجانب سوء استخدامه التصريح اللي حصل عليه للسفر واتهام كمان انه ما اخترش النادي ببرنامجه التأهيل في اسبانيا واتهام اخر انه تعمد الحصول على انذار في مباراة امبي ده الانذار الثالث عشان يتم اقافه عن مباراة طلاقة الجيش كمان من ضمن الاتهامات انه نشر وصائق بين اللعيب وبين ادارة النادي على السوشيال ميديا وانه كمان قام باجراء طبي من غير ما ياخد اذن للنادي طبعا مصادر مؤكدة يعني طارق حامد حيكون جاهز عشان يشارك في التدريبات خلال 48 ساعة ده بنسبة 100% لكن ادارة النادي ومنهم في ريرة كمان مش هاتين يشارك في التمرين مش في المباراة لا مش هتتمرن مع الفريق وحتتمرن تدريب منفرد دي اقوبة لحد ما ينتهو من التحقيق ومن حد ما يبتو في مصيره طيب طارق حامد والعروض اللي هقوله لكم ده كأن طارق حامد اللي بيكلمكم طارق حامد مش الان خالص في موضوع العروض ولا الان على مستقبله طارق حامد بيقول ان انا يا جماعة تحت عمر النادي الزمالك عايزين نلعب انا جاهز عايزين مش ملعبش تحت امر حضراتكو فيش مشكلة بالنسبة لي انا برضو كلام طارق حامد يعني او كأن طارق حامد اللي بيكلمكم انا اللي بيهمني من وجهة نظره وكلامه على لسانه يعني اللي احترام اللي انا بحب الناس تحترمني وانا قدمت كل ما لدي النادي الزمالك ولم اتهرب في يوم الايام من مباراة ولا من تمرين والناس كانت دايما بتلقبني بالراجل فما عنديش يعني ما عنديش حاجة ان انا اخب بيها وان انا اه هروح التحقيق وحتكلم بوضوح شديد جدا وحشرح كل النقاط طيب لما الموسم يخلص يا طارق قال والله يحلها ربنا طيب هل انت مطمئن المستقبلك قال جدا 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 تاني مطمئن المستقبلك اذا النادي الزمالك ما جددش معاك التعاقد اه تمام قال جدا 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 هل طارق حامد بيفكر في النادي الاهلي او النادي الاهلي بيفكر في طارق حامد نو لا دا مش موجود اوبشان مش موجود هل تكون هناك عنديها مصرية اخرى ممكن ممكن بس مش النادي الاهلي هل لديها عروض احتراف لم يجب على هذا السؤال في الخارج يعني لا ال ا ولا ال لا يعني تحتمل المعنيين هذا كل ما اه طارق حامد يعني